موسيقى نشرة والأخبار نقدمها لكم مشاهدين الكرام من قناتكم مرحبا بحضرتكم إلى جميع تفاصيلها نستهل هذه النشرة من المغرب حيث نوها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط بالموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية جاء ذلك في تصريح أدل به أخنوش للصحافة عقب مباحثته مع وزير الأول الهولندي مارك روت الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بقي التفاصيل مع كاردوان مستقيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ينوه بالموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية موقف يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن جاء ذلك خلال مباحثاته مع الوزير الأول الهولندي مارك روت الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال بغيت كذلك ندكب مضامين إعلان المشترك المغربي لهولندي لشهر مايه 2022 لكي اعتبر خارطة طريق تكتيف وتوسيع العلاقات التنائية والدفعي التنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقافية وكذلك بغيت نوه بالموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية الجانبان أكد على ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها خلق إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمبادلات التجارية هناك العديد من الأشياء المشتركة التي يتقسمها المغرب وهولندا هدفنا اليوم هو مساعدة بعضنا البعض عن طريق تبادل المعرفة حول تطوير التكنولوجيا والبنيات التحتية السيد أخنوش استعرض خلال مباحثاته مع السيد روتا الفرص والتحفيزات التي يوفرها مثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيل للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خبر آخر مشاهدين الكرام أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الأضحى سيسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط من طرف ذويهم أو من طرف الأعوان التابعين للتمثليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب بلغ للمندوبية أوضح أنه حرصا على تعزيز الروابط العائلية للسجناء وضمان احتفالهم بالمناسبة الدينية في أجواء الروحنية وفي إطار استثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة سيسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط انطلاقا من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع وذلك وفق البرمجة الزمنية المنجزة من طرف إدارة المؤسسة السجنية وأضاف أنه ومن أجل ضمان الاحتفال بهذه المناسبة في أحسن الظروف وتخفيف الضغط على الموظفين فقد تقرر السماح خلال هذه الفترة بجلب قفة تتكون فقط من مواد غذائية متبوخة تكفي الاستهلاك لمدة يومين أو على الأكثر دون إجراء زيارة العائلية ودون جلب أغراض أخرى كالملابس والأغطية نفتح الملف الدولي الآن بجديد تطورات الأزمة السودانية حيث أفادت الأمم المتحدة بأن النزاع الدائر بين الجيش وقوة الدعم السريع شرد أكثر من مليوني سوداني خصوصا في دارفور رغد قبوري في المتابعة الحرب القائمة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوة الدعم السريع شردت أكثر من 2.5 مليون سوداني بين نازح ولاجئ ولسيما في دارفور حيث الشوارع ملأ بالجثث وذلك وفقا لما أعلنت الأمم المتحدة المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أوقعت أكثر من ألفين قتيل وفقا لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع في ظل هذه الأزمة حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أن النزاع اكتسب الآن بعدا عرقيا مع هجمات على الهوية مما قد يؤدي إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية 25 مليون شخص بالبلاد أي أكثر من نصف سكان السودان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في بلد يغرق في الضمار والعنف بسرعة غير مسبوقة وفق تعبير الأمم المتحدة المجتمع الدولي كان قد تعهد خلال اجتماع عقد في جونيف يوم الاثنين من الأسبوع الجارئ أن يقدم مليار ونصف دولار من المساعدات وهو نصف ما تحتاجه المنظمات الإنسانية وفقا لتقديرتها الميدانية نبقى في الأخبار الدولية مشاهدين الكرام حيث أكدت منظمة الصحة العالمية خروج ما يقارب ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان من الخدمة وأفادت المنظمة بأن حوالي 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية المنظمة أبدت قلقها بشأن محاولات السيطرة على الأوبئة الأكثر خطورة وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس آدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والمستودعات الطبية وصيارات الإسعاف والعملين الصحيين تمنع أو تمنع المرضى والعملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى تسريع شحنات الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق سيسمح بالصادرات الآمنة في زمان الحرب أسامة الدودي يجب تسريع شحنات الحبوب من المواني الأوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في زمان الحرب هذا ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل جوتيريش أشار في بيان منسوب للمتحدث باسمه إلى تراجع حركة السفن القادمة من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية بما أدى إلى انخفاض إمدادات المواد الغدائية الأساسية للأسواق العالمية كما أكد البيان التزام الأمم المتحدة التام بدعم تطبيق كل من مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم مع روسيا حول صادرات الأغذية والأسمد الروسية وشدد البيان على أهمية ذلك في الوقت الراهن مع بدء الموسم الجديد لحصاد الحبوب في كل من أوكرانيا وروسيا دوليا دائما حذر مسؤول في الأمم المتحدة من خطورة الألغام التي باتت تطفو على سطح البحر الأسود بعد تدمير سد كخوفكا الأوكراني شيرا في الوقت نفسه إلى وجود خطر انتشار الأمراض والمواد الكيموية الناتجة عن تدمير هذا السد هشان فرحان الأمم المتحدة تؤكد مقالته أوكرانيا في وقت سابق من كون أن انهيار سد كخوفكا قد يتسبب في انتشار المواد الكيميائية الخطرة جراء الألغام التي تطفو على سطح المياه رئيس برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بول هيلسوب قال إن هذه الألغام المعروفة باسم مناجم الفراشة يمكنها أن تطفو في اتجاه مجرى النهر وصولا إلى شواطئ البحر الأسود المسؤول الأممي ميز بين نوعين من الألغام المضادة للأفراد وتلك المضادة للدبابات التي من المرجح أن تطفو لمسافات طويلة انهيار سد كخوفكا الواقع تحت سيطرة روسيا منذ السادس من الشهر الجاري أصفر عن مقتل أكثر من خمسين شخصا وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية في حين قال وزير البيئة الأوكراني إن انهيار السد تسبب في أضرار بقيمة مليار يورو وتتبادل روسيا وأوكرانيا المسؤولية عن انهيار السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية أعلن خفر السواحل الأمريكي أن طائرات استطلاع كندية رسدت سواة تحت الماء خلال عملية البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي أناس الغلوش لا تزال فرق الإنقاذ الأمريكية الكندية برحلة بحث مستمرة عن آثار الغواصة السياحية الصغيرة تيتان التي اختفت في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية اليوم وبمؤاذرة كندية فرنسية دخلت عمليات البحث عن الغواصة السياحية يومها الرابع خفر السواحل الأمريكي أورد أن قوات جوية كندية رسدت أصوات ضوضاء تحت الماء في منطقة البحث ونتيجة لذلك تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد في محاولة لتقصي مستر الأصوات متحدث باسم خفر السواحل الأمريكية حذر من أن كمية الأكسجين المتبقية على متن الغواصة تكفي ركابها الخمسة لأقل من يومين وأن التقديرات تشير إلى تبقي حوالي أربعين ساعة من هواء التنفس مضيفا أن عمليات البحث لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتيجة مذكورة يبقى السؤال مطروحا الآن هل سيصيب غواصة تيتان ما أصاب سفينة تيتانيك؟ السفينة التي في أول رحلة لها عام 1912 ارتطمت بجبل جليدي أودى بحياة 1500 شخص من أصل 2224 من ركاب الرحلة في أبرز الأخبار الرياضية أعلن نادي الاتحاد السعودي عن ضم لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي قادما من تشيلسي الإنجليزي بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم ليلحق بذلك بمواطنه كاريم بنزيمة الذي رحل هو الآخر عن ريال مدريد قبل أيام أسامة التوتي أسبوعين فقط مر على انضمام النجم الفرنسي كاريم بنزيمة لصفوف نادي اتحاد جد السعودي وها هو الآن ابن بلده نغولو كانتي يسجل دخوله لنادي الاتحاد قادما من تشيلسي الإنجليزي اتحاد جد أعلن بشكل رسمي ضم كانتي في صفقة سمتد لثلاثة مواسم قبل إتمامه للفحوصات الطبية وتوقيعه للعقد فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن صفقة كانتي تقدر بنحو مئة مليون يورو ونجح كانتي في إحراز لقبه الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيسي في موسمه الأول والوحيد مع الفريق قبل أن يحافظ على اللقب في موسمه الأول مع تشيلسي كما اختير في الموسم نفسه كأفضل لاعب في المسابقة من قبل رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا وأفضل لاعب في فريقه نختم النشر بالخبر الوطني حيث افتتحت بمدينة أيتم اللول فعالية الدورة الخامسة لملتقر باب الموسيقي بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطع الثقافة وبشاركة مع المركز الثقافي لأيتم اللول وجماعة أيتم اللول التفاصيل معك مع الصالح تقريدا لليوم العالمي الموسيقى الذي يصادف الحادي والعشرين من يونيو من كل سنة وبعد ثلاثة سنوات من تواقف اضطراري بسبب جائحة كورونا افتتحت بمدينة أيتم اللول فعالية الدورة الخامسة لملتقر باب الموسيقي هذه الدورة من الملتقى نظمتها كل من مؤسسة دوس بروديكسون وجمعية الرباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وبشراكة مع المركز الثقافي لأيتم اللول وجماعة أيتم اللول الحمد لله ملتقى الرباب جاءوا التاني بالبرنامج جديد وجاءوا أفكار جديدة وجاءوا في واحد الوقت اللي هي المناسبة ديال الاحتفال بيوم العالمي للموسيقى هذه المناسبة اللي هي غانية وهي كي احتفل بالعالم وتتضمن الفقارات الثقافية والفنية لهذا المهرجان ندوة فكرية حول موضوع فن الروايس بين الماضي والحاضر إضافة إلى توقيع كتاب تيرويسة ثلاثة علاوة على تنظيم معرض الآلة والأدوات الموسيقية والتراثية خلال أيام المهرجان وسهرات فنية متنوعة بمشاركة نجوم الأغنية الأمزغية من الروادي والشباب والمواهب الصاعدة ألقيت هنا الجمهور يعني اتفاع المايا والجمهور كانت تعجبون الموسيقى والجمهور زوين بزاف كانت منها ما يكونش آخر مرة ويروم المتقربات توفير مساحة جديدة لترويج أعمال المواهب الجدد والتعريف بهم بالموسيقى الأمزغية في الهرجانات والمتضيات الواطنية والدونية بالإضافة لتشجيع المبداعين من خلال اكتشاف الفنانين وأصوات غنائية في مجال الأغنية الأمزغية وفي مجال العزف على مختلف الأهلات الموسيقية التقليدية وتخصيص جوائز تشجيعية لهم بهذا الملتقى الفني الجميل مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية النشرة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء